وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجيني والجرائم التي تضر بالبيئة هذا قد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة ومسطحات حملات تفتشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نتابع في إطار التصدي لجرائم التخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخاطرة وأثارها السلبية على البيئة شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة بنطاق مدرية أمن الشرقية نجحت خلالها في ضبط مخزن غير مرخص لتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخاطرة من مخلفات المستشفيات وبداخله خمسة عشر طن نفايات طبية سابقة لاستخدام محظور حيازتها والتعامل معها بغير ترخيص من الجهات المعنية وتم ضبط ملك المخزن الذي أقر بتجميع النفايات لإعادة بيعها للمصانع لتحقيق أرباح كما تمكنت الإدارة وفي إطار حماية البيئة وبالتنسق مع قطاع الأمن العام من ضبط ستة مصانع بدون ترخيص بالمنوفية والمسؤولين عنها بإجمال مضبوطات بلغت ألفا وأربعمائة وثمانين طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وسلسة وأربعين طن مواد خام ومنتج نهائي لأواني منزلية مجهولة المصدر وأكثر من واحد وثلاثين طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائي مطاهرات وأدوات صحية ومنظفات منزلية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وبنطاق مدرية أمن بورسعيد تم ضبط مصنع وأربعة مخازن بدون ترخيص بمضبطات خمسين طن أعلاف حيوانية وداجين مجهولة المصدر وعشرة أطنان ملح طعام وستة أطنان ونصف أسماك ولحوم منتهية الصلاحية وفي حملة شنتها الإدارة بنطاق الإسماعيلية تمكنت من ضبط طنين ونصف مصنعات لحوم ودواج غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومصنع ومخزن وسلاسة متاجر بدون ترخيص وصيارتين بمضبطات بلغت خمسمائة واحد وثمانين طن أعلاف حيوانية وخمسة وستين طن مواد غذائية وثلاثة وعشرين طن ونصف مبيدات وأسمد زراعية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب انتاجها لشركات وهمية وبالاشتراك مع مدريات أمن القليوبية تمكنت الإدارة من ضبط أربعة مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وتداول الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية بداخلهم 150 طن أعلاف حيوانية و147 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وأصفر الجهود الإدارة بنطاق محافظتي أسيط والقليوبية عن ضبط 66 قاضية في مجال حماية الثروة الزراعية والثروة السمكية الإدارة تمكنت من ضبط مصنعين ومحلين بدون ترخيص للأسمد والمبيدات الزراعية بالمنوفية وعيادة بيطرية ومركز للخدمات والمستلزمات البيطرية وشركة بدون ترخيص بدميات بمضبطات بلغت أكثر من 28 طن أسمدة ومخصبات زراعية و30 طن ونصف أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص وأكثر من 5000 عبوات أدوية بيطرية ومخصبات زراعية بدون ترخيص كما تم ضبط مخزن وشركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بدميات والمنوفية بمضبطات عشرة أطنان مواد غذائية وأضبط سلاسة مصانع بدون ترخيص لديهانات والمطاهرات والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والمشتقات البترولية بالمنوفية حيث تم ضبط 38 طن مشتقات بترولية وكيميائية و20 طن ديهانات وبويات و89 طن مطاهرات ومنظفات منزلية ونحو ثمانية أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة